قبح الله الظلم بالمال في قصة قارون قارون ابن عم سيدنا موسى عليه السلام وتزوج من أخته السيدة مريم ليست هي المذكورة في الكرآن ولكن هي أخت لسيدنا موسى اسمها مريم تزوج منها قارون وعلمته كيف يحول صناعة التراب إلى ذهب ومن ثم أصبح قارون أغنى الأغنياء في زمانه وأزمنة جاءت من بعده حتى وصف الله صراه في الكرآن مدى الكنوز وعظم الغنى الفاحش الذي وصل إليه وصفه بالكنوز